المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة إذا كان يشتغل بعض العلاجات فيه بلع لسائل عن غير قصد اليوم أغلب العيادات مجهزة بشيء بسيكشن اللعاب والسوائل فنحن اليوم بمأمن بهالإجراءات أنه نحن يكون في عنا بلع لمواد أو لبعض السوائل عن غير قصد في 80% من سبب رائحة الفم هو سبب وفموي أكيد في 20% من الأسباب هي بتكون سبب تنفسية أو هضمية هلأ في تجربة صغيرة نقدر نعرف إذا هذا السبب هو فموي أو لا نحن نحط محرمة ونسكرت منها وننفخ على المحرمة هلأ نرجع نشم المحرمة إذا نفس الرائحة ننزعج منها فمعناتها ليس سبب فموي سبب يهضمي يتنفسي وإذا لا فمعناتها سبب فموي هلأ كمان بدي أكيد هي رائحة الفم هي شو؟ عبارة عن تخمر فوضلات الطعام الموجودة قردي بالتم وهي اللي عم تعطينا الرائحة السيئة هلأ بتزيد كتير أكيد بوجود جفاف لأننا نحن خلال فترة رمضان أكيد خلال فترة الصيام ما عم نقدر نشرب مي بس هذا الفعل اللي بدي قوله نحن ما عم نقدر نشرب مي بس نحن مقدر نطمض مض هلأ دائما أكيد أبر رمضان غالبا وهي بتصير عند أغلب الطباء بيشوفوا أنه أبر رمضان الأشخاص دائما إذا كان عندهم مشاكل بيرجع ورد يحاولوا يخلصوا قبل رمضان لأنه كمان كثير مهم أنه أحيانا بوجود حشوات قديمة وبوجود أسنان مثلا منخورة عليها حفر عم يقدر يجمع فيها قردي الطعام بهذه المناطق هي عم تسبب الريحة وجود جسور قديمة يعني علاجات تعويضية قديمة هي عم تديد هذه القصة هلأ إذا استثنينا كل هالأمور وصفيت بس موضوع الرائحة اللي هي الطبيعية على فترة الجفاف في بعض الاجراءات اللي ممكن يقوم في السائم، نحن نجي على ذكره، هي تقلل كثير من هالإجراءات هلأ في بعض الأطعمة نحن بنقدر خلال فترة الإفطار نقدر نتناولا بتقلل كثير من رائحة الفم خلال اليوم التالي هلأ لعطي مثال، مثلا الشاي الأخضر، الشاي الأخضر في كثير مواد تؤضي على الجرسيم وحد الجرسيم اللي بتأثر على تعطي رائحة فم كثير مفيدة إذا نحن خلال فترة الإفطار أخذنا شاي أخضر بعض المواد الخضار بأدونس أو نعنع مضغن كثير مفيد لأنه فيهم مواد طيارة تدخل من الهضم للدم وتوصل للرئتين مادة طيارة خلالك بتصير تعطيل نفس انتعاش أكثر وشغلة الأكيدة طبعا موضوع المضامد خلال فترة الصيام نقدر نحن نقدر الأمكان نتمضمد هلأ في بحث جديد هذا شغلة جديدة حتى مو يعني بحث تمت إلى علاقة بلبن العيران لقوا أنه بلبن العيران لبن زبادي في مواد بكتيريا حسنة في نوعين من أنواع البكتيريا بتأثر بتعادل البكتيريا الموجودة بالفم والتي تعطي روائح غير جيدة مثل هيدروجين الكابريد اللي يعطيها الرائحة السيئة عملوا مثل تجربة على أشخاص على 24 شخص لمدة أسبوعين ما خلوهم يأخذوا أي شيء حليب أو منتجات أجبان وأخذوا الوطاقة من اللعاب ومن اللسان تبعهم وعملوا على دراسة شفوا أدت عدد جهيل بكتيريا الجرسيم الموجودة وبعدين رجعوا ردعطوهم خلوهم لمدة 6 أسبوع يأخذوا كاسة لبن زبادي لبن عيران نص الصبح ونص المساء لقوا فعلا في فرق كتير كبير 80% من نسبة الجرسيم قلت هذا بحث وحيد حقيقة بس تأكيد على هذا الحكي بإضافة لفوائد لبن العيران بالنسبة للجسم ككل مو غلط أبدا الواحد يجربه بتخيل أنه ممكن يعطي نتيجة أكيد كمان شغلة مهمة لنحكي أنه موضوع اللثة بتزيد أحيانا إذا كان في عنه التهابات لثوية يعني الأشخاص دائما خلافة رمضان بيكون بباله أنه هو بدو يتلافى المي يتلافى بحيث أنه حتى مثلا ما يفرشي سنانه كمان هي تأكيد على الموضوع تفريش الأسنان سواء تفريش الأسنان بالفرشاية ومع المعجون أو باستخدام مسواك بس هلأ بديفتح قوس حتى استخدام مسواك إذا كاننا عمنا نستخدمه خيالي لك أنه نحنا أكيد نحاول أنه كل يوم نقص الرأس تبعه لأنه ما بيصير نستخدمه أكتر من هيك ونحنا أكيد إذا كان موضوع التفريش مع المعجون إذا ما عم نقدر نحنا ما عم نبلع شي فهو أبدا ما نو مفطر العناية الأساسية اللي بدأتم هي العناية الدورية الموجودة لا بالعكس إحيانا نحنا منزيد عليها موضوع المضامد حتى مضامد ممكن تمنط بمي وملح أو مضامد المعقمة الموجودة بالصيدليات على التأكيد على أنه نحنا نحاول ما يكون في شي بلع أكيد وبنفس الوقت يكون فيه بشكل دوري فيه ترطيب للجوف الفم لأنه الجفاف بيأثر على شغلتين بيزيد التهابات اللسه وبنفس الوقت بيزيد عمل الجرسين بشان يصير فيه بيأثر على النخر يعني بيسرع من وجود النخر فحاول ترطيب الفم أدر الإمكان بتقلل كثير من هالآثر الجانبية هلأ اليوم صرنا عم نحكي كثير حتى بموضوع الأسنان حتى المرضى اللي بيزورونا صرنا اليوم كثير عم نحكي عم نأكد على موضوع تجميل يعني اليوم تغير شوي طب الأسنان من مرضى بحاجة لأنه في عندهم ألم بأسنانهم أكثر ما هنون جايين لحتى يكونوا خليناك ضحكتهم أحلى يكون في عندهم شيء أجمال هلأ دائما الصحة والوقاية هي الأساس اليوم نحنا أد ما كنا نعمل تجميل إذا بالأساس الأسنان الأمامية خليناك لأنها هي الظهر بالابتسامة على نخورة أو اللثة فيها التهابات أد ما عملنا ما نحن نقدر نعطيها شيء جمالي بيظل أكيد الشغلات الأساسية اللي هي خليناك في شيء اسمه قاعدة 3-3 نقول أن نحنا كل 3 شهر نغير في شهر 2 سنان نفرشي 3 مرات باليوم وكل مرة وكل تفريش هي تكون عبارة عن 3 دقائق ومضيفة عليها هي موضوع الزيارات الدورية اللي نحنا بنعملها لها الطبيب الأسنان لأنه بس على الهامش في مال علاقة برموضان بس مهمة أولى أنه بالطب بشكل عام خليناك وجسم الإنسان الألم هو بداية المرض غالبا فنحنا لم يمسي عنا ألم أو فيصي عنا شكوى من راجع طبيب هذا بعض الأمراض طبعا أخرى بينما بالأسنان الألم هو آخر شيء يعني عندما يصير في ألم معناته النخر أو المشكلة وصلت لمراحل أصعب من الأول يفضل دائما خليناك كل سنة يكون شغلة كتير منيحة إذا عملنا نحنا زيارة دورية الطبيب عملنا تنظيف للسة خليناك تنظيف للقلح المتراكم أعطينا حالة سوية جيدة وفحصنا أسناننا منكون أكيد بمأمن عن كل شيء مشاكل ومنحافظ على ضحكتنا وابتسامتنا هلا الأسنان طبعا هي جزء من شيء منسميه الهيكل العزمي يعني يدخل بتركيبه كتير الكالسيوم والفوسفور والماغنيزيوم والفلور فالدراسات بيقولوا مثلا كيف الشخص بدي يحافظ على ثروة عزمية مهمة معنا أنه بدي يبلش منذ الصغر أنه يشكلها يعني كي بيقولوا مثل بناية مثلا طابق طابق هيك على براحل عمره لحتى يوصل لمرحلة أنه يقول أنه أنا عندي أعضام قوية عندي سنان قوية فالشيء المهم طبعا بالطفولة هو الحليب لا شك كتير مهم ولكن أنا بنصح أنه يبلشوا يعودوا النساء أطفالهم على حليب بدون سكر لأنه كل أسباب النخور يلي عم بصير بالأسنان وبتصور أنه طبيب بالأسنان يبدو يحكي بدي أيدني بهالفكرة أسباب النخور كلها جاية من السكاكر يلي بيأكلوا الولاد سواء السكر المضاف أو حلويات مثلا مثل السكاكر والشوكولات يلي فيها كتير غنية بالمواد السكرية فلذلك أنه نقليل السكر هذا شغلة كتير مهمة ناكل الأكلات مثلا مثلا مثل حليب وجبنة ولبنة وبيض هذول شغلات كلها داعمة لمكونات الأسنان طبعا يمكن لازم قول أنه لازم يفرشي سنانه على قليلة مرتين باليوم مرة صباحا ومرة قبل النوم زائد أنه يلجأ لتنظيف الأسنان بالخيط لأنه كثير عم بركزوا عليها أنه تنظيف الأسنان بالخيط مع الفرشاية كفيل بأن يقي من تقريبا 26% من الإصابة بأمراض القلب والأوعية لأنه ليه لأعلاقة تماما لأعلاقة بين صحة الأسنان وأمراض القلب والأوعية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة